شلي دخلت اليوغا؟ من اسمتي يوغيرس في الإنستغرام؟ حالة نفسية اللي عارفة إنه في هات يوغا لإنه لما صورنا القرفة كانت حرة حيل حرة لنذكرها لنذكرها يس أنا عن نفسي انصدمت لما عم بشتغل كأخصائية علاج طبيعي وعم شوف هالأد حالات وبيليكويت إنه هالأد في كمية استرس نحن عم نحكي عن صحة المرأة، صحة الرجل حتى صحة الأطفال فبمنطقة الحد نامستي هومي نامستي طارق يمكن الناس ما يدرون أنت أول واحدة قالتلي نامستي ناس قبل تسع سنين كنا نسوي الفيديو وكان بحديقة الشهيد صح ايه اش رأيت بالفيديو؟ الفيديو كان حلو، كان انطلاقة حلوة، فتح لي بواب كتير وكنا عاملينه في حديقة الشهيد وديوغا سنتر من أقدم المراكز اللي كانت هوم في اليوغا بليكويت وكتير في شغلات اتغيرت من بعد هذا الفيديو وأكيد نحن مو نفس الأشخاص من تسع سنين شلي دخلت اليوغا من اسمتي يوغيرس في الانستقرام؟ حالة نفسية كتير في شغلات تأثرت وخلتني أنه ادخل اليوغا بطريقة بوزيتف أول شي الحالة النفسية، الدراسة أكتر شي كان يعني الـ changing point كان أثناء الماسترز لأنه كان وضعك شوي صعب كان حالة الدراسة والحالة النفسية ما كانت تمام وغير عن هيك كان ممكن من الأساس كان موضوع دراسة كعلاج طبيعي كان في عندنا يعني في ناس أو عندنا الـ instructors في الجامعة كان في منهم بيعملوا يوغا وكان في منهم بيعطوا حتى كلاسات يوغا فور فري بمستشفى الصباح فهذا الشي صراحة يعني كان إنه kind of inspiration يعني لأنه بلش بهذا الشي وكان في كتير كلاسات فور فري هو أنا مشكلتي مع اليوغا كانت شغلة واحدة بس إن كل ما طابق أحد دي يسوي يوغا يقول تعال فينياسة كلاس تعال أشتانقة وما يشنو ما دري شنو أبي يعلم باعرف شي باليوغا عندش أي كلاس صح صح يمكن ما كان في كتير هالأد تعريف بأنواع اليوغا اليوغا كتير فيها كتير 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 أنواع يمكن نحنا خلاص مدام نحنا تعمقنا فيه وعرفناها فممكن غلطة في كتير ممكن أنا واحدة منهم كمان إنه ما كنا نعرف إنه شو يعني هذا الكلاس اللي حسيت إنه قاعد يسوقون حق ناس اتمارس اليوغا اتمارس اليوغا فمشان هيك أوكي كان في مراكز معينة كانت بتقول إنه خلي الكلاسات تكون مثلا ليفل 1 ليفل 2 خليها تكون بالعربي حتى مشان الناس حتى اللي ما بتعرف ومن هون بلش شوي إنه نحنا عم بنركز عن ناس اللي ما عندهم أي خلفية باليوغا بس كلامك صح من زين اللي عارفه إنه في هات يوغا لإنه لما صورنا القرفة كانت حرة هي الحرة منذكرة منذكرة يس 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 ليش سوون يوغا بالحر شن الفايدة والله شوف هو صراحة وقال لك يا هامل الآخر غض النظر عن اعتنقذاتهم وهل أصاص أنت مشان تحس حالك إنه عن جد أنجزت بارت منها و بارت منها أنت حتكون مرتاح أكتر يعني لنقول أنت إذا عارف إنه أنت والله جسمك فيه شوية حرارة أكتر حتحس حالك إنه أنت نفسياً رح تقدر تروح مور انتو دي بربوزز فبارت منها هو هذا الشي ولكن هل فيها فوائد أعمق من هيك ما فيني افتي فيها معنى أن أخدت الترينيج في الهوت يوغا كمان ما فيني افتي فيها لأنه أنا عن نفسي حسيت أنه يس I can go انتو دي بربوزز ولكن هل في دراسات بتثبت هاد الشي ما فيني افتي اللي أنا ما بعرف لأن تشفت فيديو يقولون أن هو يوتوبر نزين بس أن كل شي يتكلم عنه ياخذ متى ستاديز ومتى أناليس ستاديز نزين فيقول أن السونة زينة حلو بس قلت أنا أحتاج السونة إذا قاعد بالكويت بالزبط أوكي بس هو لأنه هي في درجة رتوبة معينة هي مو بس أنه درجة حرارة يعني الحرارة ما بتكونها الأد مرتفعة أد ما الرتوبة هي بتكون مرتفعة هي اللي بيكون أزعج شي وقت الهوت يوغا فيمكن على هذا المبدأ اللي هو طليع الهوت يوغا يعني ما فيني أجن أحكي أكتر بالموضوع غير أنه من ما أعرف أنا الآن الشي مستغرب منه من عقب ما طابعتش زين يوغا للحوامل إيه ليش شوف كتير في دراسات عم تثبت أنه أهمية الحركة للحوامل أوكي يعني بغض النظر عن العقليات الأديمة اللي نحن كنا نعتقد أي وحدة تكون حامل لازم بضلها قاعدة طول الوقت فمن الدراسات اللي عم بتقول أنه الحركة كتير منيحة للحوامل طبع أنت بدك تعمل حركة خصوصي إذا بدك تعملها تيلرد لناس بعمرهم ما تحركوا فاليوغا هي من أقمن الأنواع الحركات that you can do so الموضوع مو موضوع stretching فقط يعني الناس بيعتقدوا أنه it's only stretching لا هو موضوع مشان circulation مشان التنفس ومشان وضعيات بتساعد كمان في الولادة فاهم عليه so الموضوع مو فقط تنفس و stretching لأنه حتى أساساً الحوامل بيكون مفاصلهم مرخية أكتر من ناس مو حوامل فالهدف منها هو أكتر that kind of holistic view أوكي holistic يعني متكامل متكامل ما بدي ألب سويتها Google Translate لأنه بالبايو مالي حاط holistic gangster content creator أوه نايس نايس وgangster أهم شي قلت ماشي مع الثيم namaste home بالضبط namaste homey gangster أنا مرة واحدة دقت علي هي dance instructor نقول عندي client قاعد علمها ترقص هي حاملتها بيتصور فيديو أوكي قلت لا شو كان السبب لقلت لا أنا هلا بدي أسألك لأن كانت بشهر الثامن أوكي إيه فأقلت لا أخاف بالتصوير وانا بالوقت هذا ما دريش ما سوي يمكن أضحك إيه بالضبط فإمكان something new for you فأنت مو قادر تتقبل وحتى يمكن إذا شفتها عم ترقص أنت تشعر أنه something that's not الحركة وخصوصي أجن لمرحلة مثل مراحل الحمل يعني هي مو بس نحن عم نحكي عن المرأة الحامل عم نحكي المرأة الحامل الجنين ويوم الولادة يعني هي من الشغلات اللي كتير بتكون تغيرات محورية خصوصي يوم الولادة من زين الحين أنت هي أخصائية حلاج طبيعي من زين شنو أكثر مشاكل يعني جسدية قاعد توصلت كأخصائية خاصة أنها عندنا نيبل الكويت وجع ضهر ووجع كتاف وجع كتاف ورقبة وجع ضهر ومؤخرا نعم نشوف كتير حالات صدع أوكي اللي هي مثلا متعلقة بالرقبة وحالات امساك شنو الأسباب يعني هلو هو الدايت أو قلة الرياضة كله مع بعض سو إذا بنا نحكي مثلا عن وجع الظهر أو وجع الكتاف طبعا الحياة اللي واحد بيتتبعها يعني your lifestyle أنت كيف حياتك أغلبية الناس اللي عم بنشوفهم هون الأغلبية الأغلبية يعني شريحة كبيرة من البيشن عم بيكونوا ناس يعني طول الوقت قاعدين على مكاتب ولما بنحكي عن مكاتب عم بنحكي عن 8 ساعات والأغلبية 8 ساعات قاعدين أوكي غير عن هيك سترس الحياة يعني نحنا نصدمنا أنا عن نفسي نصدمت لما عم بيشتغل كأخصائية علاج طبيعي وعم بشوف هالأد حالات و بالكويت إنه هالأد في كمية سترس فالسترس وشغلات تاني كمان اللي هي موضوع التلفونات نحنا كيف منوعد نمسك التلفونات ننسى حالنا مرات الطريقة اللي نحنا نمسكها فهذا بيعمل تشنج بالرقبة تشنج بالكتاف وممكن يعمل صدع حالات الامساك كمان هو نوع الدايت مثلا وقلة الحركة في حالات غريبة عالجتها في حالات غريبة عالجتها وفي حالات غريبة ما قدرت حتى إني كمل معها أو إني عارف عالجها وضطرت إني I refer them to other people وزي أنت شنو التخصص مالت أنا بالأساس درجة باكالوريوس في العلاج الطبيعي بعدها كملت في ماجسير علم التشريح وبعدها كملت في صحة المرأة وبعدها أخذت شغلة شوي شاملة أكتر اللي هي باسيكلي سرتيفكت في اختصاص صحة الحوض اللي هي البلفيك هالث سبيشيليزيشن سنحن عم نحكي عن صحة المرأة صحة الرجل حتى صحة الأطفال فبمنطقة الحوض لأنه منطقة ويعني منطقة كتير مهمة بجسمنا فنحن ما بنعالج فقط صحة المرأة وصحة النساء كمان لازم ندرس حالات تانية عن حين قلتها الحوض يعني الكل يفكروا ما يقولون حوض يفكرون بالمرة صحة بس انت قلتها فيه الرجال صح فشنو أول شغلة مبدأ أنه نحن عندنا فيه عضلات قاع الحوض هي عضلات كتير كبيرة عضلات كتير قوية وعضلات كتير بتأثر على شغلات تانية وأماكن تانية بالجسم الناس بيعتقدون أنه فقط النساء عندهم قاع حوض لا الأطفال عندهم قاع حوض النساء عندهم قاع حوض الرجال عندهم قاع حوض أكي منكبر منكبر بالعمر يتظل قاع الحوض موجودة فالناس اللي عندهم مشاكل مثلا في عضلات الظهر أسفل الظهر عضلات الورك سوري مفصل الورك مفصل الحوض بصورة عامة لازم نفسألهم شلون قاع الحوض عندكم لأنه كلهم مرتبطين مع بعض شلون أنا أدري إذا عندي مشكلة فيه شغلات معينة نحن منسألها وفيه مثل مثل كريتيريا معينة منسألها نحن منسأل عنها أنه مثلا هل صار فيه طيحة على منطقة الحوض على منطقة المقعد هل صار فيه أنه يعني زحلته أو شي هل بتعدوا لساعات طويلة هل الباول موفمينت يعني عدات الحمامة تغيرت عنكم سواء كان موضوع الخروج أو موضوع حتى وانت بكرامة التبول فهدول الشغلات كتير بتهمنا ومثلا هل فيه مشاكل في الجهاز الهضمي لأننا نحن منعرف علاقة الجهاز الهضمي بمنطقة قاع الحوض فكل هاي شغلات بتأثر وبتبين لنا أنه يمكن يكون فيه ارتباط هالمنطقة فيه الأعراض اللي أنت عندك إياها الحين شنو المشاكل اللي تحوش الناس بالحض كتير أول شي آلام مزمنة اللي هي نحن ممكن تأثر على المناطق اللي فوق يعني مثلا بنقول منطقة الحض شو اللي فوقها حيكون منطقة أسفل الظهر اللي نحن نسميها بالإنجليزي أو بالمديكال ترمز لمبر سباين لمبر سباين طبعا ارتباطها بالمناطق اللي حواليها باللي فوقها حتى فحصير في عنا مثل أوجاع ظهر أوكي حصير في عنا أوجاع ظهر ممكن يكون سببها هي قاع الحوض حصير في عنا مشاكل فيه الأمساك على سبيل المثال مشاكل حتى في السلس البولي أوكي ومشاكل أخرى وإذا نحن نشاعب فيها ما رح نخلص ولكن هي مشاكل they are if we ignore them they can turn into serious issues نزيل الحين خنقول أحد عنده مشكلة نزيل شلون شون العلاج مع الشخص أول شي بنسأل طبعا subjective questions يعني نعد مع الpatient هيك face to face من غير ما يكون في مكتب قدامنا مشان يكون موضع شوي مريح أكتر ومنسألهم منسألهم إمتى بلشت معكم الأعراض شو اللي بيخلي الأعراض أسوأ شو اللي بيخلي الأعراض أحسن هل عملتوا أي عمليات هل صار معكم أي accident إمتى بيزيد معكم الألم بالصبح بالليل أوكي فيه شغلات معينة إنت عملتها قبل هيك وحسيت أنه ممكن هي اللي زودت لك نفس ما قلت لك aggravating factors ومنسأل وبعدين إذا حسنا patient is okay بنسأل الأسئلة اللي شوي بتكون خاصة نفس ما قلت لك هي مثلا bowel movement تغيرات عادات الحمام اللي هي يكون مرات أول مرة patient بيشوفنا بتكون شوي محرجة لإله إنه نحنا نسأل لهك أسئلة فإذا أخذنا permission من patient وحسينا إنه أوكي patient شوي ارتاح لنا فينا نسأل عن هالعادات إلا إذا patient هو نفسه إجا وحكالنا والله فيه شغلات تغيرت عليه وأنا بعرف أنت ممكن تساعديني بهذا الموضوع فإنه يجب وهيك وهيك وطبعا فيه هدا في أول مرحلة من مراحل الاساسمنت اللي هي الفحص بالأسئلة أوكي بعدها منروح الفحص السريري منفحص العدلات منفحص المفاصل منشوف التنفس منشوف الحركة بصورة عامة وبنقارنها بالأسئلة اللي نحنا سألناها هل تفهم أم أم أحتاج إلى أفضل أي شيء أخرى بعدها منحط الخطة العلاجية أوكي أنا الحين أطالع فيديوهات باليوتيوب أنزين واحد يسوي شيء يطقطق كل شيء أنزين يسمونه Adjustment Adjustment صح أنزين هل هذا شيء زين ولا مو زين ولا شنو هو زين أوكي يعني it's not something أنا ما فيني عمم أقول هو منيح أو مو منيح أوكي نحنا كأخصائين علاج طبيعي حتى هلأ أنا عم كمل دكتوراء كليلينيكية من الشغلات اللي عم ندرسها كتير كمان هي موضوع Adjustment اللي هي All Manipulation ودرسناها في مرحل ومراحل دراستنا كمان ف It's good It's something that يعني أنت فيك تعتمد عليها في إلها ناس مختصين أكتر فيها يعني نحنا أخصائين علاج طبيعي درسناها عم ندرسها عم بدرسها هلأ ولكن في ناس يعني تخصصهم هو هذا فاهم علي اللي هنه بيكونوا أو فهو منيح في شغلات معينة إذا نحنا نحطها بعين الاعتبار أوكي قبل ما نعمل هالأجوسمان يعني هي مو على تطالع عن نازلة يلا أوكي اللي كان عندي واجع ظهر وما كان عم بتحسن علجتني وتحسنت ما عدا اشتكت من هالموضوع سو ممكن يكون تغير تغير يعني منيح فاهم هو مو موضوع تغير تيمبراري مثل ما بعض الناس معتقدة فإتس جود ولكن في حالات معينة لازم نحط بعين الاعتبار مثل هل نحنا شاكين ممكن فيه كسور أوكي هل مثلا الشخص هذا عنده الأستيوبروسيز اللي بيسموها هشاشة في العظام أوكي هل شخص هذا عنده خوف من الحركة يعني كمان نحنا لازم يجب أن نستخدم هذا الشي ما يمكن البيشنت نحط العلاج اللي نستخدمه معه ولكن نحنا بنعرف ان هذا البيشنت رح يخاف من الصوت اللي رح يسمعه فممكن مرات نقعد نشرح شو هذا الصوت اللي انت سامعه فاهم عليه فعلى هالأساس نحنا بنحط وبنشوف إذا منيحاوله الحين العلاج الطبيعي شنو تصوون بالعلاج الطبيعي لأننا أنا ويد أسمع علاج طبيعي بس يعني أنا حسبالي هو بارت من علاج الطبيعي بس انت قلت لي حق كايروبراكتر لا لا هو بارت من علاج الطبيعي ونحنا كأندرقراد أخذناها درسناها كمان ولكن ما تشعبنا فيها نفس التخصصات اللي هي بتكون مثلا أو نفس هو الكايروبراكتر والاستيوباث فاهم عليه فنحن درسناها بنطبقها ولكن حتى نحنا 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 مثلا أوستيوباث أجسمنت أو أوستيوباث منيبلايشن أو كايروبراكتر منيبلايشن ف يس درسناها نطبقها أوكي طيب شو كان سؤالك شنو هو العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي من اسمه يعني هو عبارة عن تخصص من الألايد هيلث اللي نحنا بنستخدم فيها طرق علاجية بديلة يعني بنستخدم فيها سواء العلاج اليدوي بنستخدم فيها علاج الرياضة أو نحنا بدنا نحاول أنه نستخدم أقل تدخلات مثلا دوائية أو تدخلات جراحية فهذا هو العلاج الطبيعي بطريقة جدا مختصرة أنت الحين بالإنستغرام أنزين قاعدت تتكلمين عن أشياء تخص المرأة صح أنزين ما يا لتش هجوم أن شلون تتكلمين عن الأشياء في ناس عملوا لي الريبورت لما حكيت عن شغلاتي شوي يعني بس أنت قاعدت تكلمين عن أشياء طبية عن أشياء طبية وعم نحاول نواعي الناس بالأشياء الطبية وحتى قبل ما نطلع احتراما للمجتمع اللي نحن فيه بنستأذن قبل ما نحكي بهذا الشي وأنا بخليه بس بي ماي أكاونت ومع هيك بيجينا لسه ردات فعل أو أنه الريبورت في ناس بيبعتولي عن ذا أثر هان في ناس اللي بيبعتولي أنه لا أحكي أكتر والله أنا هيك صار معي والله ما كنت عارف أن هذا الشي صح أو أو هذا الشي يعني ممكن يتعالج ففي هيك وفي هيك ولكن الأغلبية صراحة عم بتكون متقبلة أكتر يعني ما كان عم بيكون بالأول يس الناس من وين من أمتن نحنا بلشنا نشتغل لهلأ من لما نحنا تخرجنا لهلأ المنتالي تبع الناس بأنه يتقبلوا طرق علاجية مختلفة عم بيكون أحسن يعني كتير في تحسن بهذا الموضوع which is really nice أعتقد هي سايكل قاعد تصير يعني أول شي نقول أن علاج بالأعشاب زين بعدين نروح علاج الثاني علاجات البيديلة بعدين نقول لا نروح لحبوب الأشياء هذه بعدين نرد فأنا أشوف أنها سايكل قاعد تتغير بس الحين يعني ناس قاعد تفقد الثقة بال أدوية الكيميائية yes and no لسه فيه لسه فيه هذا اللي عم بيشوفه لسه الناس ثقتها بالدكاترا يعني لما بتيجي لنا لسه الناس ثقتهم بالدكاترا عم تكون لسه أقوى أوكي ممكن فيه ناس تأثرت يس نو ما عم بتشوف فيه حل ما عم بتشوف كذا ما فيهن يقول أنه هن فقدوا الثقة مية بالمية ولكن عم شوف أنه أو فيهن يقول أنه صار فيه توجه أكتر لأنه يجربوا علاج طبيعي أكتر يعني لنقول أنا تخرجت 2012 I think 2012 2011 شاء الله ما عاد فين ذكره فلما نحنا كنا نشتغل وكنا نتدرب أساسا ما كنا لسا نشتغل كنا نتدرب كنا نشوف أنه حتى رؤيتهم لأنك أنه الماضة رؤيتهم لأنك كان أنك شيء temporary يعني هو بيهدي الألم temporary كتخصصكم رح يخفف علينا temporary كانت الاعتقاد شوي مختلف هلأ لا هلأ لأنه صار في نسبة رياضيين كتير عالي بالكويث النوادي فتحت أكتر الانترنت كتير ساعد على الناس أنه تكون واعية أكتر الحوامل صار في عندهم اهتمام أكتر أنه يديروا بالهم على صحتهم وهن حوامل فصار في معرفة أكتر بأهمية العلاج الطبيعي ممكن يس الناس ما بدها أنه علاج دوائي نفس قبل أوكي ولكن ما فيني أقول أنه الناس فقط ثقتهم مية بالمية ستل لسا الناس بتآمن بالدكات ولسا الناس بتآمن بالأدوية بالرابط سلوشنز ايه نزيل شنو شعورت نزيل لما تخلصين علاج مع أحد قاعدة على الجين حلو ومراس متعب يعني لنقول هقل لك شو ممكن يصير معي على آخر اليوم أوكي بس كل مع والدتي على آخر اليوم لما بوصل على البيت بوعد بالبيت وبالأم ما تحكيني بس أعطيني شوية وقت لأنه هو يعني طاقيا متعب يعني أنت بتطلع من من العيادة بتروح للبيت لما ستبع بمخلص يومك بتكون مجهد الموضوع ما بيكون إجهاد أنه جسدي أكتر من أنه إجهاد أنه أنا عم بشرح عم بحكي فبيكون متعب ولكن في الفارت الثاني اللي هو ريوردينج لما بتشوف بيشنت عم بيقل لك أو عم بيدعي لك أوكي إنه حياة تغيرت عم بيقدر نام عم بيقدر تحرك ارجعت على النادي ما عم خاف من الحركة هذا لحاله كمان ريوردينج فاهم ففي جانبين نحن منتعب كأخصائيين علاج طبيعي يعني وفي بيشنت مرات إنه هذا الشي بيستوعبو لما نطول بالرد عليهم بالتلفون أوكي وفي بارت تاني اللي هو ريوردينج بارت اللي هو إنه أنا خلصت بقدر تساعد الفيشنت سمهو انزل شنو الصعوبات اللي أنت تواجهينها أوكي رح أحكيك بصراحة من جانب من جانبي أنا اللي واجهتها أوكي لأنه أنا بالأساس أخصائي علاج طبيعي كتير ناس كانوا مو عارفين هذا لما I started with my yoga my yoga parts فالناس لسه مو مستوعبين مثلاً أنا عن نفسي إنه أنا أخصائي علاج طبيعي أو أنا مثلاً أخصائي علاج طبيعي من زمان أوكي البارت الثاني من الناحية الشخصية لقيت إنه الناس في علامنا العربي عندهم ثقة أكتر في الأجانب أكتر من إنه ثقة أكتر في العرب أو مثلاً المعتقدين إنه كذا وكذا مع إنه كلهم ناح وكلهم بس خلاص هذا الاعتقاد فاهم والشغلة الثالثة كمان إنه أعتقد إنه لما بنقول للبيشن إنه الموضوع رح ياخد وقت أوكي اعتقاد من البيشن إنه هذا إحنا علاج طبيعي رح حس بالتحسن من أول جلستين أو أول جلسة أو مثلاً بيقولوا لك إنه أول جلسة ما تحسنت ليش ما تحسنت وبيجوا مثلاً زعلانين هذا الكيند اللي مفكرين إنه هو دواء وخلاص رح يروح كل شي فما بيعرفوا إنه موضوع ممكن يطول معهم سو رح أختصرهم بهذول الثلاثة نحن اللي يعالج هو يعالج كل يوم ولا مرة بالأسبوع ولا شلون تكون طريقة نحنا لازم نعطي الجسم وقت لإنه يتعافى من العلاج الطبيعي نفسه فاهم عليه نحنا لما عم نعالج البيشن عم نعالج عم نعالج مفصل عم نعالج عضلات عم نعالج كله مع بعض في جهازنا العصوي محتاج كمان إنه يستوعب بالتغيرات اللي صارت فاهم عليه فلازم في فترة بين أو في فترة معينة بين كل جلسة والجلسة التانية فتقريبة مثلاً كل تالة يوم يقدر يشوفنا البيشن نحن بسئلت سؤال هنزين معدام أن أنت تعالجين الأشياء هذي هنزين تنصحين واحد ياخذ كلجين والله شوف عن نفسي مرات بنصح البيشن لما مثلاً بيشن ما أخذين عليهم ويش ومنحكي وكذا وهيك فبقل لهم أوكي بيسألوني بتاخدي كلجين بتاخدي كلجين ما تاخدي كلجين فبقل لهم شوفوا يس في دراسات كتير عم بتقول إنه كلجين منيحة ولكن في دراسات تانية عم بتقول إنه ما شافت نتيجة فنحن عن نفسنا ضيعين بالأول في إجت فترة من فترات إلاج طبيعي كنت تقول خصوصي للسا والدانين خدوا كلجين شوفوا بس حاولي تاخدوها من مصادر طبيعية فهل هل بدي أنصحك أو ما أنصحك بدي أعرف طيب أنت ليش محتاج الكوليجين لشو محتاجه هل في عندك آلام مثلا خصوصي بالمنطقة الغضريف لأن هي أكتر منطقة تدخل فيها الكوليجين فاهم عليه فبيعتمد بالآخر ما بنصحك على العمياني وأساسا أنا مو يعني لا أخصائي التغذية ولا فما فيني بالآخر لأن أنا اللي عارفت إن الجسم بعد الثلاثين ما ينتج كوليجين بالنسبة اللي كان ينتجها قبل صح صح في كثير شغلات بعد الثلاثين يساك في كثير شغلات بعد الثلاثين بطل جسم ينتجها ولكن بصورة عامة إيه صح أجن في الكوليجين باودر زي اللي كتير هل يعني هبين فيها خصوصي أنا اكتشفتم عن نفسي صراحة وقت الكورونا عشرين عشرين ولكن اكتشفت فإيه فبقولوا في ناس كتير اتحسنت أنا لقيت أضافري طولت طولت بس ما بعرف إذا هذا على الاستمرارية معا ممكن يساعد أو لا لأن أنا جربت وحسيت فيه فرق لما وقفت قمت أحس أن يمكن عشان قلة الحركة الحين هذا عامل تاني لازم تحضر ما هو قلة الحركة أنزين يا أن وقفت الكولاجين واحدة منهم واحدة من الاثنين فبدك أنت يا تزيد الحركة يا مع بعض أو ترجع الكولاجين بلأ بس أعتقد هي الحركة مشكلة بالحركة بس شوف فيه عن جد فيه كتير نحن لما بنشوف دراسات اللي بتكون المفاصل العظام الأوتار وهالقصص طبعا الكولاجين عامل جدا مهم ممكن ننصح فيها ننصح ولكن بنقول دايما أنه في مجال تاخدوها من مصدر طبيعي أكتر يعني مثلا البون بروث بس مو كل الناس لها خلق تعمل البون بروث ولكن هلأ السوء صار كتير فيه options أنه you can take it from بون بروث يعني مو أنه تكون شغلة بودرة تكون actual bone بروث بون بروث هي شربة العظم شربة العظم صح يصنع شربة العظم صح اللي بتنضبخ على نار هادية لساعات طويلة أوكي إيه أن أذكر واحدة لكن تعرفها كانت تسوي من سمج أوكي أي وتقول أشربها كل يوم أوكي ما بتخيل طعمه بس أقول لها ليش تقول لها وايد مفيد أوكي إيه والحين طلع النصج وفيد هو مفيد إيه يعني مفروض البون بروث نفسه ونزل في مكملات تنصحون فيها والله شوف أنا عن نفسي هذا مو مجال تخصصي أوكي ما بنصح فيه ممكن فيه أنا بالعيادة نفسه في دكتورتنا هي دكتورة عظام طب طبيعي وتأهيل فهي بتنصح بمكملات فاهم مكملات معينة أنا عن نفسي صراحة دائما بقولي البايشنت دائما نحاولوا تشوفوا موضوع التحليل يعني شوفوا التحليل عندكم شلون التحليل الشاملة دائما نحاولوا كل فترة وفترة راقبوها أوكي خصوصي لما يكون في عندنا مثلا أكتر أكتر عامل جدا بيأسر على صحة الأعظام اللي هي الفيتامين دي أوكي فكتير بتأثر أغلبية الناس حتى بالكويت الفيتامين دي كتير عندهم نازلة ممكن لهم شيكوا مع أخصائي تغذية أو مع دكتوركم وشوفوا إذا أنتم ممكن تراجعوا لكن أنا عن نفسي ما بنصحهم بقولهم روحوا خدوا بلهم خدوا رأي حدا مختص فاهم عليه ولكن منحط بعين الاعتبار أنه يس هذا الشي عندكم نازل فاحتمال الأعراض اللي أنت عندكم ياها من نزول هذا الشي بس بالآخر I don't ما بنصح بشي أنزل أنت الحين كم اللغات تتكلمين بتكلم إسباني هي اللغة الأولى أوكي عربي وإنجليزي I hate English بس بس إنجليز وعم أتعلم إيطالي أوكي نزل ليش أسباني اللغة الأولى والدتي كوبية واللغة الإسبانية هي اللغة اللي نحكي فيها في كوبا والدي الله يرحمه وماما يعني والدي سوريا عاش في كوبا فكان يحكي مع والدتي بالإسباني فحافظوا على أنه نحنا نحكي إسباني يعني كان دايما أنه لازم نحكي إسباني فمشان هيك نزل هنا سؤال الأكل بالبيت الأكل الكيوبي والسوري والله هيك وهيك والله هيك وهيك يعني عادي مثلا بيكون يوم بتلاقي فيه يبرأ وتلاقي في عندنا مثلا روبا بيها لحمة مفرومة على طريقة الكوبية الكوبية ومع فصول يسودة مثلا فهيك وهيك مراتي بيكون 100% كيوبان شوية عربي والدتي بتطبخ عربي كمان ما سويته فيوجين بالأكل ولا مرة جربت والله والله تسدير ما بظن يعني شوف نحنا يعني بلاك بين ورقة معArt ما صارت له لا ما صارت له لا ما عملنا بس ايه اللي بنحاول نحافظ نحافظ عليها يعني حتى إختي عندها ولاد اوكي فحتى لولادها أنه دائما بتعملهم الأكل الكوبي فبتحاول دائما تحافظ على العادات هاي فإنو ما صار ولكن دائما بتعمل الأكلات هاي بتحكي أسباني بس بالله جابت نتيجة يعني بيحكوا إسباني وبيفهموا منيح والحمد لله أنا كموستاس 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 يعني بتقولها بالطريقة من إسبانيا بقولوا كتال فنحنا بتقول كموستاس which both of them are correct يعني بس ايه صح أنا واحد قل لكتال لأن وهو أمة مكسيكية عد المكسيكيين بيقولوها أكتر كموستاس أكتر من بس يعني قاعد يعلمني شي كذا كلمة بس مشكلة أن إذا ما عندي أحد أبارس معه صح بس شوف دولينغو دولينغو is really nice كمان يعني أنا عم بأخذ أنا عن نفسي عم بأخذها لكلاسات إيطالي مع مدرسة أونلاين ولكن بنفس الوقت عم بستخدم دولينغو مشان يساعدني وتدرب يعني ف it's really good you can practice زين بعيد عن العلاج الطبيعي واليوغا من وصيها وصيها سؤال عميق أو شنو تسوين شنو الهوايات اللي عندك غير يعني بعيد عن المجال هذا شو الهوايات اللي عندي أحاول فكر والله شوف والله oh that's a very deep question عن جد إذا شلنا اليوغا وشلنا العلاج الطبيعي من سيهام والله أحكي بكتير والله سيهام بنت بسيطة ترعرعت في بلدان كتير دايما طموحة دايما بطمح لشغلات أحسن وأحسن وأحسن ودايما يعني ما بعرف if that's a good thing or a bad thing دايما بكون انه I look what's the next step هواياتي في عندي كتير هوايات النوم مثلا عن جد عن جد كتير بحب النوم في ناس ما بيقدروا هاد الشي بس النوم شغلة جدا مهمة وبحب كمان دايما بدي أتعلم شي جديد يعني ماما حتى بتقلي أنتي student of everything teacher of nothing that's مثل بالإسباني دايما بحب أجرب شغلات جديدة يعني الموضوع مو موضوع هبات والموضوع أنه بجرب ليش لا خليني شوف do I like it I don't like it ما حبيتها ما بستمر فيها فما فيني أقول في عندي شغلة معينة بحبها والله يمكن أكتر شي حبيت وقتها حبيت اليوغا ما بفضو فيني أخذها هي كهواية حبيت الأيريا السلكس كمان كان حلو فإيه شغلات حلوة نزين الحين ليحن قاعد مارسين اليوغا لهلا عم مارس اليوغا بس مو متل قبل للأمانة مو متل قبل يعني زمان كان اليوغا ممكن تقريبا مارسة ثلاثة لأربع مرات بالأسبوع كنت روح كلاسات حاليا ما بروح كلاسات حاليا بمارس اليوغا لحالي عن نفسي وصلت مرحلة أنه ممكن نحنا اللي تدربنا اليوغا صار في عنا مثل المرحلة أنه نحنا محتاجين أنه نتطور كمان شوي فهذا المستوى ما عاد موجود بالكويت نفس قبل يعني بالمرحلة اللي طلعت فيها اليوغا أكتر بالكويت كان في عنا مستوى كتير منيح ومستوى كتير حلو فلاقيت أنه حتى المدربين نفسهم كانوا محتاجين محتاجين دائماً يتطوروا فكان عنا هذا المستوى قبل حالياً مو هالأد لأن أنا شايكت على الموضوع شفت أن عشان أصير أدرب لازم أخذ 200 ساعة صح من زين صح بعدين فيه ساعات زيادة فيه ناس عندهم 500 صح فشنو الساعات هذين سو 200 ساعة هي الساعات البيسيك لحتى أنها تكون مدرب يوغا أوكي سو هالدولة بيسيكلي أنت بتكون بتقدر أنه تروح تدرب وتعطي كلاسات وبالعادة بهال 200 ساعة بيكونوا مثلاً شمولية أكتر ثم مثلاً بيعطوك الأكتر ستايلز بتاخدها في اليوغا إلا إذا أنت أخدت ستايل معين وأخدت فيها 200 ساعة مثلاً في عنا مثلاً في عنا الأشتنغة في عنا الفنياسة في عنا الهاثة أوكي تول أنواع يوغا ففي ناس بياخدوا مثلاً 200 ساعة في الأشتنغة أوكي ولكن أنت عرف نعمل هال 200 ساعة أنت ما عم تعرف بتاخد فقط أشتنغة ولكن في فلسفة في تنفس في أناتومي في شغلات تانية نفس الشي بيعتمد على التيتشر ترينينج التانية فهي الأساسية اللي فينا نقول وبعدها وبعدها تخصص بعدها مو بس تخصص أنت لما عم تاخد عم بتكمل عم تبني على هال 200 ساعة فممكن تعمل شغلات اللي هي مثلاً بوزات أصعب أكتر تقدر أنت تتعلم كيف تدرس بصفوف شوي تكون مور أدفانس فهذا اللي بتزيد عليها ل300 ساعة يوم أوكي هايك بتكون total of 500 ساعة أوكي يس أحسبها لي اللي يوصل ألف يصير غورو يعني لا لو موضوع سهل لكن الكل أخد ألف ومن غير هايك مرات بيكون مثلاً فيه لنقول فيه على جنب أوكي ممكن 300 ساعة اللي تعملهم هدول يس بيكون مثلاً شغلات معقدة أكتر وممكن تكون أنت عم تعمل مثلاً في شغلات زيادة مثلاً يكون مثلاً يين يوغا ممكن يكون ضمنها ل300 ساعة وممكن تاخد يين يوغا لحالها بقيم أنزل أنت شم سويت وين رحتي أنا عملت 200 ساعة عملتهم ب2015 في تايلند بعدين عملت كم؟ عملت 40 ساعة أو 25 ساعة هوت يوغا في الكويت وعملت 85 ساعة برينيتل في الهند وعملت 100 ساعة في سيرلانكا عم حاول تذكر هل عملت شيء تاني؟ نزل فالحين أنت خذتي أكثر من ساعة تجدينهم كلهم؟ لا بتكون كل حداً لحال كل شيء لحال أنا حسوالي اللي بيعمل 500 ساعة ما أخذ لا مثلاً 100 ساعة في كذا 200 ساعة في كذا 200 ساعة و100 ساعة و80 ساعة و85 وهكذا هو فيه يعني منظمة هي فيه فيه اليوغا انترناشنال فيه الامريكان فيه فيه اليوغا انترناشنال بصورة عاملة نحن مثلاً أنت اللي بدك تدور على إرسم الانستركتور فيك تلاقيه هناك وفيك كل مرة أنت تدفع فيه معين لحتى أنت تضلك مسجل عندهم فيه منظومة معينين أنت لما بدك تعمل حتى كمدرس يوغا بدك تعمل تتور ترينيج يفضل أنه تكون مع واحدة من هال مع هالمنظمات فاهم عليه مشان الناس حتى يثقوا فيك أكتر أنه تعرف أنه أنت مثلاً لجيتمت أو عندك الصلاحين تدرس فيه فيه منظمات لهالشي أنا فكرت أنه يمكن أسوي زين قلت أدام نمستي هومي أسوي ثق يوغا هو تشوف أنا قاعد أفكر أن أسوي مديتيشن أوكي حلو نزين وإحنا نسمع عقاني بونت زين هارمني لوفاي أوكي أوكي يعني هذي آيديا مالتي أوكي بس أنه يكون مديتيشن مديتيشن فيه تيتشير ترينيج بس للمديتيشن في هالقصص حتلاقي شو ما بدك يعني حتلاقي مديتيشن حتلاقي نفس ما قلت لك هذا حتلاقي في شغلات تانية حتلاقي في مديتيشن وشي تاني فاهم فدائما وكتير كتير في شغلات عم تتجدد حتى باليوغا نفسها فأنا اللي لاحظت أن الناس اللي يساوون يوغا نفسهم شذي تسمعين يعني شوف فيه شغلة نحن نسميها وجاي وجاي بريثين فهي أكتر أنواع النفس اللي بنستخدمها لما عم بنعمل الـ 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 نفسها فلا شعريا لما بتكون انت عم تحكي بتلاقي انه عن جد أي حدا بيعمل يوغا انت بتطلع وانت تقول هل تعمل يوغا؟ من طريقة النفس ذات لما ذي أكسهيل فاهم فإن تتعلم او نعم ففي طريقة نفس معينة نحن بنعملها لما نريد أن نعمل فخلص الناس صارت أنه عادة أنا أول مرة صارت وياي تشي سمعتها قلت أنا بيخلص لوكسجين مرات نحن بنضحك عن الموضوع بنسميها لأنه بيكون فيها شوي صوت صوت بيجي من الثروت نفسه فإيه يعني أنا اكتشافت أن إحنا لما نسوي أي حركة جسدية إنزين قاعد نقبة النفس صح وهو المفروض أننا نتنفس صح يعني وهي أغلبية يعني أنا باعتقد 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 لكن اعتقادي أنه أغلبية المشاكل اللي عم بتصير معنا سواء ألم عضلية سواء توتر كل هالقصص بأنه نحنا اللي هو العامل الرئيسي لألنا اللي هو نحنا ما عم نعرف نتنفس مو بس هيك يعني حتى في شغلة مرة حكيت عنها اللي هو مثلا لما عم عالج بيشنت وشرح له أنه الحركة احتمال توجعك شو بصير نحنا بنعمل بناخد نفس ومننسى نطلع النفس سو لاشعريا صار عندنا هذا المود اللي نحنا دايما مسكين النفس مو بس أنه نحنا ما عم نتنفس مسكين النفس لما بتكون خايفين فمن الشغلات الأساسية مثلا 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 هلا اللي لما معالج حالات مثل حالات قاع الحوض حالات حوامل من الشغلات الأساسية اللي بنركز عليها اللي هو التنفس ومن الشغلات اللي حاول ندمج بين أنه عالم اليوغا وعالم العلاج والطبيعي لما نحنا بنشوف مريض نطلع شلون التنفس عنده فاهم So it's something really important وagain عاطفتنا غضبنا توترنا كلها رح تلاقي انه نفسنا بتغير عندنا ونكتم النفس اكتر فموضوع الحركة انه احنا ما عم نعرف نتحرك وما عم نعرف نتنفس بنفس الطريقة هاي يمكن الشغلات اللي جدا اساسية اللي هي اليوغا بتغير بالشخص بتعلمهم انه with every move you will breathe you will inhale or you will exhale ف it's something really essential اذا جربت هذا البوت اللي حطونا yes ناتي بوت yes 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 جربته وبيحرق it's really nice ووقتها اكتشفت انه كنت عارفة انه عندي انحراف بوطيرة الانف بس ما كنت عارفة انه هالقد ف she's really nice طلع الماء من جهة نفس الجهة ما قدر يطلع على الجهة التانية لحتى اطررت تغير yes so في هذا البيحة باليوغا اللي هو مثل براكتس بيسموه براكتس النظافة اوكي فيه لها اسم تاني بس ما رح اتطرق فيه فهو بيسكلي بتجيب انت مي دافية وتحط فيها شوية نسبة ملح بسيطة so the whole point so the whole point is that you want to clean your nostrils تيك تاك قاعد يطلعوا لي وايض فيديوهات شذيه اوكي لازم تجربوا لازم تجربوا لانه يقع طالق الاشياء اللي قع تطلق يعني نظف كل شي ترخ هو كتير منيح اكيد هو كتير منيح يعني بس حط ببالك انه احتمال رح يحرق شوي له كتير حطت نسبة ملحم كتير يفاهم عليه وفيه ناس انه لازم تعرف قدير الملح اللي حتحطه مشان يقدر ينظف ويطهر المكان ملح البحر الهملاية اي ملح ونحن اخدنا وعملناها تواز ملح عادي الدنيا صارت معقدة كتير هلا ملح الطعام وخلاص بادي يقولون ان ملح الهملاية مو زيت انا هكي سمعت كمان فانا بصك لا حول الله انا حقب ما حولت صح؟ بالزبط فان بيقلك ايه إنه ملح لهم لا يموزين وفي ناس عم بقولوا لا أخلكم على ملح المائدة لأنه بيكون نسبة اليود فيها منيحة ويكون نسبة اليود فيها منيحة ويكون نسبة اليود فيها منيحة واحد ما عاد عارف يقول لك فيه شغلات معينة نحن تعودنا عليها وتكون هاي طبيعية وهذا هذا أفضل بعدين منكتشف إنه لا هذا ليس أفضل نفس الأمر القفري نفس الشيء بالضبط ففي كتير شغلات بتظلها تتغير فما في شي ثابت بهالدنيا عن جد لا يعني أنا أذكر قبل كنت أخذ أميجا ثري بعدين نحن قالوا لا تأخذ أميجا ثري ففي بالضل فيه تغيرات بالضبط فأعتقد أنا إذا أي شيء يديد ينزل لازم ننطر ينزلون أناليسس أميجا ألاليسس أشوف أكد ما رح أتطرق في هذا الموضوع بعمق لأنه خلصت من كورسات اللي أخدتها أثناء هلا بدراستي أخدت كورس نحن أخدناها أثناء الأندرقراد بس أنا أرجعت أخدته اللي هو فرماكولوجي بيقول لك تقريباً لأنه الدواء محتاج ما يقارب من 15 سنة تقريباً لحتى أنه أنت تتأكد أنه هذا الدواء صالح للاستعمال كدراسة كاستعمال كدراسات أولية فاهم نطر دائماً تقريباً من 10 إلى 15 سنة إذا حد تتأكد هذا الموضوع لسا تثابت أو لا أو بس ناكل أكل طبيعي ناكل أكل طبيعي نحن أحراسنا بالضبط نزين أنا الآن في سؤال أسألها لكل نزين شنو الروتين الصباح عندي والله ما في شي ثابت عندي نفسي يقول لك يس بقوم بعمل مديتيشن That was me مثلاً I think 10 years ago ولكن حالياً ما في شي ثابت في حياتي بالعكس أنا أحاول أن أغلق إلى شيئاً أفضل أني يكون عندي روتين يعني ثابت دائماً ولكن حالياً اللي بقوم بقوم دائماً مستعجلة ودائماً بتأخرة ولكن اللي بحاول أني أعمله صراحة أنه وقت اللي بعمله أنا اللي أثناء النوم بحاول أنه حسن نومتي أزمتش زي كان يعني أنا عندي صداع مزمن بعاني شوي من المرات من حالات التوتر كمان فعم لاحظ أنه لما عم حسن نومي كثير في شغلات عم تتحسن أنه حاول دائماً ننام بنفس الوقت حاول أنه بعد عن استخدام السوشيال ميديا أو التلفون بصورة عامة قبل ما نام بحاول أخلي الغرفة باردة أزمتش زي كان حلو شعوري بدل ما بدك تنام سو هي تقوس النوم هاي الكثير عم بتساعدني على جانب النفسي وعلى جانب أنه أنا في اليوم الثاني يعني مور رفريش مور ريلاكس في شغلة تانية كمان أنه ياس عم حاول أني خلص whatever that I can do أول ما في يعني for example إذا فأت بكير بكون مثلاً حاجزة كلاس ستة صبح دائما بوصل متأخرة الحمد لله ولكن عم لاحظ أنه the earlier that you finish your things the better that you will notice you have energy and you can do more things سو عم حاول as much as I can at least مرتين بالأسبوع روح تمره مبكير مرة حاولت أول ما قاعد من النوم أسوي meditation شعن أردنا فقلت إن قبل meditation خناقعد أشرب ماي على الأقل أتحرك شوي بعدين يعني شوف هلأ ليش واحد بيقلك إنه meditation من أحزن الشغلات اللي أنت ممكن تعملها أول ما تفيه because the brain waves فيه نحن عندنا موجات دماغية معينة فهالموجات الدماغية بتكون أنت بتقدر إنه تحسنها أو تخلي هالموجات الطول عندك أكتر هي اللي بتهدي لنا جهازنا العصبي إذا أنت عملت روتين معين اللي هي مثل meditation فمو تقوم تطلع التلفون وكذا ولكن نحن كلنا بنعمل هذا الشي فنحاول نطبق هالشي أكتر نزيل في شيء اسم يوغا نيدرا يوغا نيدرا يوغا نيدرا صح كلمين عن يوغا نيدرا عشان سمعت إن شيء لازم أسوي كل يوم أوكي مو شرط كل يوم أول شيء يوغا نيدرا is an amazing practice أنا عن نفسي شخصيا يعني عطتني شغلات ممتازة أوكي يوغا نيدرا هي يوغا نوم أوكي according to studies هاي فيني يقول لك عنها according to studies بيقول لك إنه تقريبا إذا أنت practice of the yoga نيدرا اللي تقريبا ممكن تاخد لنقول 30 دقيقة مع كل هال preparation اللي بتعملها قبل وكذا 40 دقيقة أوكي تعادل تقريبا 8 ساعات نوم أوكي لما نحكي عن 8 ساعات نوم عم نحكي عن عمق النوم أوكي لأنه إنت ممكن تنام ولكن إنت مداخل في مراحل النوم العميقة فكتير دراسات عم بتبين أهمية اليوغا نيدرا هي إنه بتكون عبارة عن مثل guided meditation حدا ما بيكون عم بيقرالك text أوكي وأغلبية الشغلات بتكون إنه أنت you are doing a lot of comparison يعني مثلا بيقلك إنه هلا أنت تخيل جسمك في مكان بارد تخيل جسمك في مكان سخن تخيل أنت بمحال عالي تخيل أنت بمحال أوطى ف there is a lot of comparison وأجن كل دراسات عم بتثبت إنه هذا الشيء كتير عم بيساعد على إنه يهدي جهازك العصبي وحتى البنفة السبعها مقاربة ل بنفة 70 النوم العميق فأي أوكي يعني هو فيه بوز معين ولا بس أحط حد فونز واقع إنت بتكون بالعادة بتكون بوضعية الشفاسنا ووضعية النوم أوكي ولكن أجن ما في شيء غلط ما في شيء rigid إذا أنت مو مرتاح you can always find the position that is comfortable for you فبس يفضل أن تكون بوضعية النوم أنا عن نفسي أول ما ينقى من اليوغا نيدرا كنت نام بالكلاس كنت نام ما بعرف صراحة قدش كان نوم العميقة عندي لأنه كنت فيه وكنت لأيهم كلما بيطلوا عليه أنه فيه يعني ولكن بعدين في أحلى تجربة باليوغا نيدرا كانت في سيري لانكا مو دعاية ولكن بلتت بي دعاية في تسباصول لمدرستي اسمه آني يعني اليوغا نيدرا معاها it's something من عالم تاني فكتير كتير كتير ساعد حتى على جانب النفسي أنا كتير ساعدتني وكتير حلو وموجودة هي على اليوتيوب فإذا بدك أعطيك إياها فكتير كتير ساعد نزيل نحن ما قام تكلمنا على اليوتيوب تنصحين أن أتشوف فيديووات على اليوتيوب وسوي يوغا؟ يس بالعكس كتير بنصح فيها يعني هلأ فيه applications فيه شغلات معين أن تستطيع أن تتجارب Chemistry فاهم ولكن كمان اليوتيوب كتير بيساعد حتى نحن نقول للمشخدموا المشخدمين المشخدمين اللي مثلا منصحهم أن تفدأ في fighters أن تقوموا ذو يوغا وأنت محيز لنشخدم تذهب وعمل في اليوتيوب حسنا إنهم الوجود لنشخدم نفس الشيء لنصحهم منصحهم لأن ترد أن تكتبع قصيد تريد أن تقوموا هلأ يوتيوب مليان لست أن تعرف شو اللي أنسب لك بالنسبة لك ودائما نحن ننصح الناس أنه تسألوا حدا عارف بهذا المجال بيقدر ينصحك واليوتيوب فيه يعني بلايين الفيديوز اللي أنت ممكن تسفيد منها نزيل نحن إذا مثلا خنقول أنا داش يوتيوب وبسوي يوقي نزيل أدور شنو المدة اللي أدور عليها نزيل والكمية يعني كم مرة بالأسبوع أسوي شوف كل الشي حسب أنت اللي بتقدر عليه فاهم عليه أنا ضد أي روتين بدل ما أني ساعدك يوترك أنت بدك تغير شغلة في حياتك قول بلش بشغلات نفس ما بقوله شغلات البسيطة لنقول أنت فيك تعملها مثلا مرة بالأسبوع بلش بشي نص ساعة الأسبوع اللي جاي حط يومين مثلا ساعة لحتى أنت تقدر توصل مرحلة لنقول ثلاث مرات بالأسبوع فما في مقياس نحن بنادر نقول أنه خمس سيام بالأسبوع هو أحسن شي ولكن أي نعم في دراسات بتقول تقريبا ثلاث مرات بالأسبوع خمسين دقيقة من حركة مودرات للصحة ولكن من وجهة نظري أنا بقولك حركة أحسن من ما في حركة صح ولا لا واليوغا فيها كتير حركات منيحة فيها كتير يعني مو بس على الحركة هو النفس هو الحركة هو راحة البال فاهم عليه سو بلش من وين أنت بتقدر شوف تقدر تلتزم فيها طيب زودت عدة الهادة عم بيعمل لك الموضوع سترس ولا الموضوع بالعكس عم بيريحك بننصح بالعادة بالعادة نسمى لك فينا نعمل ثلاث مرات بالاسبوع أوكي ولكن بلش من مرة واحدة نص ساعة that's enough إذا أنا نحن بس أبي أحرك جسمي إذن شنو أكتب بالسرج حط يوغا فور بيجنرز يوغا فور بيجنرز ورح يطلع لك كتير في شغلات متناسبة للبيجنرز بعلمك الشغلات الأساسية مثلا من البوزات الأساسية كتير اللي هي بيعلموك مثلا بيعلموك التنفس كيف تقدر تقعد كيف تقدر تقعد وإنت مثلا متربع ما بيزبط معاك شوف ممكن شو تزبط فايوغا فور بيجنرز is one of the best نزيل الآن أنا بس قلت سؤال نزيل 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 أنا الآن عن نفسي لما أسوي سكوات أكون على ريلي تري على أصر بأجراء ما أكون فلات نزيل وكل الفيديوات تقولون لازم فلات هل هذا صحيح ولا أنا قاعد أسوي شي غلط يس أنا شوف لازم شوفك مشان أفهم الموضوع أوكي فيس بالعادة لازم أنه تكون فضل أنه تكون قدمك وكعبك على الأرض أوكي ليش لأنه هذا معناته أنه there is a lot of ankle restriction يعني الموبليتي تبع الحركة تبع يور مفصل الكاحل بيكون بيسيكلي limited فاهم سو أنت بتكون عم بتعود بحركات تانية مهم علي سو احتمال يكون فيه لود كتير قوي على الني واحتمال يكون فيه لود كتير قوي على مفصل الحض فبدال ما أنت تكحلها هتعميها فبدال ما تستفيد من الحركة بالعكس عم تخلي الحركة تكون مو مفيدة فلازم تشوف من وين جاي ال restriction ليش أصابعك ليش الكعب عم بيكون فوق هلأ للناس اللي نفس حالتك مثلا بنقولهم أوكي كبداية بنشتغل على أنه نحن نزود المدى الحركة في مفصل الكعب أوكي مفصل الكاحل أوكي طيب زودنا الحركة ستل لسه في restriction فيه شغلات معينة بنقول للشخص أوكي كم نقول ال patient أنه في مثلا في مثل بلوكس معينة بتكون على شكل كأنها مثلث بنحطها ورا الكعب عساس أنه هذا بيقدر يرفع الكعب ويعطيك شعور أنه أنت عم بتحط وزن على الكعب نفسه فاهم أو الناس مثلا بنقول أنه لبسوا شوز يكون شوي الكعب عالي حتى أنت تقدر توصل ورحلة تقدر تكون الحركة الطبيعية أكتر أنا أعتقد أن الأرش مالي ممكن عالي ممكن ممكن this is one of the things ولكن بدك تشوف خليني شوف ليش سبب زال اللقاء تشوف أنا يعني هو مو علماء أقدر أقدر بس أن يكون بالنسبة لي أصعب أصعب إيه إيه فبقلك هو كبداية كأنت عم بتقول هيك أنا عم بتخيل اللي عم بتخيل عم بتخيل أن يكون مفصل الكاحل نفسه أوكي ولكن ممكن يكون من المفصل الركبة ممكن يكون في مفصل الحض فيها restriction فإن there is always could be an area of restriction أعتقد أن الحين صار لسنة ونص تكلمنا عن الموضوع قبل حولت حق barefoot shoes اللي هو الجوتي اللي يعطيني حساس أني ماشي حافي ما ديش يسمونهم بالعربي choose المدغر مدغر support نزيل وصلت لمرحلة أنه فيه padding خفيف قاعدة شيلة عشان أبل ground feel يعني بس ركضت فيهم مرة واحدة أنا ما ركض يعني أمشي أمشي بس ركض ركض ما ركضت فيهم أعتقد لازم أجر بركض فيهم الحين مدام أن صار لي سنة ونص أعتقد أنه وصلت لمرحلة أنه أقدر أسوي كل شي شوف إذا فيه شغلة فيني أحكي عنها عن ال barefoot طبعا ال barefoot training هي من أحسن الشغلات لحد ممكن يعملها لأنه فيه عندنا مجسات barefoot وعن بحكي أنه عن جد إجراء من غير شي تكون عن الأرض فيه عندنا مجسات إحساس كتير عالية في منطقة أسفل القدم وهالي المجسات كتير بتساعدنا موضوع التوازن كتير بتساعدنا موضوع التوافق العضلي أوكي ولكن فيه شغلة نحن نحط بعين الاعتبار إذا أنت طول عمرك ما كنت تستخدم هالنوع من الشوز ما بتعرف تمشي حافي فمرة واحدة أنا بقل لك روح غير إلى barefoot هذا إنه موضوع فبدل ما نزبط الموضوع حتى ما لنخرب الموضوع يعني بدك تبلش شوي شوي تعود على الموضوع امشي بمنطقة حافية مثلا نروح على الشهيد بارك امشي على البحر امشي حافي شوف بعدين كل مرة الشوز إذا جبته ما تستخدمك كل يوم كل يوم استخدم ثلاث مرات بالأسبوع بعدين هذا انت لما عملتك على طول مو على طول أنا على طول نزين وبعدين يعني أول ما حولت كان عندنا event من الصبح ليل الليل يعني من 9 ل 12 بالليل يعني أول مرة نزين كان حط fitbit نزين أول يوم كان 30 ألف خطوة واهاو نزين ثاني يوم 26 ألف ما شاء الله ولاحظوا قده كان صير لك عم تستخدم هالشوز صار لي يمكن سبوع ونص واهاو oh my god that's extreme نزين بس يعني احنا واحد قال لي انت ترد البيت الحين نزين لنه احنا كلنا حتى اللي عندهم شوز عادي كلكم اتعبتوا اي لأنه وقفة طويلة قاعد لي تشوف انت يروح في انت اخذها من صيدلية ازاي نحطها واخذلك بروفيل وقط راسك بالضبط بالضبط إيلا it's really intense it's really intense نحنا بالعادة يس نحنا بنشجع على انه ال barefoot training مثلا بالعيادة عندنا انه عجد ما في الجيم you have to go barefoot فاهم عليه ولكن مرات نحط بعين الاعتبار هذا ما بينفعل كل الناس ونحنا دائما منفكر ومننصح الpatients ننصح الناس وصورة عامة حتى ما كانوا patients انه think always of going gradually يعني don't go all the way يعني شوي شوي خلي جسمك يتعود لانه اذا هي if you go to that extreme change جسمك ما رح يتقبل ورح تجيب مشاكل تانية لا تسوي لا تعمل اللي طهرق عامله انا عشان عندي المنتال ايام قبل افلام الكونغ فو ايه اللي لما يدربون ينط من مكان لي مكان ازاي لا يعني حطينا بمكان ايه لازم ينط هني شيرا هني شيرا هني شيرا هني شيرا فينط ينط فانت فكرا هادو الطبيعي ايه بس الاماكن اللي بينهم في سهم اسهم اوكي فيعني اذا طاح خلاص او مي جود او مي جود فيعني المنتال تدعش هذي ايه لا لا بيرفوت يلا بيرفوت ايه بيرفوت ايه 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 لانا قاعد اقرأ شي واطالع فيديوهات وشدي فاقلت لاحظ خانجرب دورت في بيرفوت شوز بالكويت لقيت فيه ايه شوف يعني كمان انه عم بي نشوف مثلا انا الشوز اللي وقت طلبت طلبت اونلاين اوكي و ما كان وقتها موجود بالكويت هالبراند فكن صغرب انه او والله اللي عم شوفهم او يعني انه كتير عم بيلبسوا هالنوع من الشوز انه عندهم اويرنس فلاحظ انه يس في كتير ناس عندهم اويرنس باهمية هالشوز هي منيحة وانه ممنيحة ولكن حريف امتى لازم تلبسهم اوكي جربهم ولكن اذا انت اريد عندك مشاكل تانية اسأل نفسك او لا بس انا يعني صج الحين انصح احد يروح يدرج ما يسوي اللي انا سويت لان مريت بمراحل وائد صعبة بال للتعود ايه يعني ال اش كعب كان يعور وائد يا لانه انت فاهم على هالمنطقة يعني انا عن نفسي لما جربتهم كمان كان الارتش تبع مي مي فت يعني كان كتير فيها تنشن وصار فيها تنشن يعني فبين فترة وفترة كنت تغير وكنت ارجع مرة تانية وغير وارجع مرة تانية فايه هو الحلوة تبع هالنوعية الشوز الوسع اللي يمكن فين بمنطقة الاصابع اغلبية الشوز العالية الموجودة بالسوق بيسيكلي منطقة الاصابع بتكون مفقوصة في الكويت فما عم تعطي ارياحية للاصابع عساس انه تقدر تنفرد نحن كل مرة كل في خطوة عم ناخدها عم بندوس على الارض في ري اكشن لازم يوصل للاصابع خصوصي للاصبع الكبير اصبع الكبير ومن العوامل جدا مهمة انه يكون حر في الحركة في مرحلة لحالها في منطق في جدول المشي اللي نحن نسميها gate cycle بنسميها toe off يعني هاي لحالها toe off نحن عم نحكي عن big toe off فاذا انت لابس شوز وكتير ماسك عليك وانت مثلا بدك تركض او بدك تتمرن وانت محتاج هال ري اكشن ما رح يكون عندك المجال لانه شوز كتير ديق عليك فهالشوزات الجديدة اللي هي ال barefoot شوز عم بتلاحظ انه اغلبية المنطقة من قدام بتكون كتير واسعة فعم تعطي مجال فهي من الشغلات اللي جدا منيحة الموجودة بهالشوزات وانا هذا كان واحد من الاسباب اللي حولت ايه انزين لانا لاحظت ان الجوات اللي ألبسهم مو مريحة ايه انزين بعدين طلابت اللي جوتي عادي اونلاين شفت انه في مننا wide قلت خانجرب ال wide اوكي كان ويد اريح منها لاحظت الفرق ايه لاحظت الفرق فقلت لحظة خانجرب barefoot barefoot فهذا نحن عم نحاول انه نفهم الناس اوكي انه yes they are good في الها benefits كتير منيحة مرحلة gate cycle هي بتأثر على مناطق مفاصل تانية بالجسم كتير منيحة ولكن بدك تعرف again شلون تتدرج فيها اذا صار لك فترة وطول عمرك ذات انت بتلبس نوع شوزات معينة انا مو بس barefoot هم انيبتلي toe spacer which is good that's amazing يا انا لاحظت انه في كتير ناس صراحة هلا عم بلبسوا toe spacer ولاحظت انه كتير في ناس they have awareness لاحظت كتير في ناس بتعرف موضوع البونين يعني مثلا اللي هو لما اصابعك خصوصي الاصبع الكبير kind of بيميل لجوه ففي يعني في حالة نحن عندنا فرح كاخصائيين علاج طبيعي نعم نشوف that awareness that's great وانت اكيد من كل الرسارشات اللي عملتها لقيت انه انت يونيتو spacer صح اه اه اوكي that's amazing يعني الحين وصلت مرحلة ان اقدر اخليهم فترة اطول اوكي يا بالبداية بيكون مزعج كتير مزعج كنت لبسها بالنوم ولا كنت لبسها كيف لا كنت لبسها شي اقعد الصبح لبسهم اوكي اشرب قهوتي بعدين اشيهم بعدين اشيهم اوكي اوكي وبعدين مع الوقت قاعدت تزيد المدة اوكي هذا التدرج هذا التدرج ان شاء الله هذا التدرج لا لانه اللي عندي وايد اكبر عندي نوع ثاني هذا اقدر البسه بشكل يومي واطلع فيه اوكي حلو تلبسه مع شوز اي لانه المسافة بينهم قليلة مو كبيرة ايه حلو اما الثاني لا مساحة ايه شوي ادخن بكون ايه يعني تقريبا مو سنتي اغل من سنتي بس انه امتينا مقارنة بالثاني ايه ايه ما حفرجيك الشوز اللي انا لابتت اليوم لانه ابدا ما انا خاص من اللي عم دحكي فيه امدا الحمد لله it's from here انا اه 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 في شيء تبين تكلمين عننا اه اه في شغلة بدي ضيفها اوكي اللي صراحة يعني لاتلي عم نشوفها كتير هون بالكويت اصلا لما بلشنا اه يعني نشتغل بالعيادة اللي هي موضوع الوعي اللي صار عند الشعب الكويتي عند النساء الكويتيات باهمية العلاج الطبيعي لما عم بحكي عن اهمية العلاج طبيعي عم بحكي كصحة المرأة خصوصي البيشنس اللي عم بيجو لنا بعد الحمل اوكي بعد الولادة بيجو بيشايكوا على نفسهم بيجو بيشوفوا هالشي يعني نحنا وي آر صراحة يعني مبهورين بهالعدد من الوعي اللي صار بالكويت بيها كمية الوعي اللي صار بالكويت حتى مو بس هيك ما عم بحكي بس كصحة المرأة عم بحكي كمان بصورة عامة كأهمية العلاج الطبيعي الناس عم بيشوفوا أهمية العلاج طبيعي وكمان موضوع انه الناس they want something more alternative medicine فاهم الناس عم تتوجه مثلاً لليوغا او عم تتوجه للبيلاتس او عم تتوجه لهالنواع ال 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 الموغمتس لكن لا عم بحكي هاد النوع من الحركة لانه الناس بده تحاول تهدي جهازها العصبي اوكي وكلنا we are over stressed we're overloaded we're over ما عم تطلع مع الكلمة الثانية اللي مفروض تعبر عن هذا ال over reaction بالجهاز العصبي فعم نلاحظ الناس كتير عم تتتوجه لهذا الشيء which is amazing which makes us really happy لهال awareness اللي صار دولة الكويت كتير صار في awareness الحمدلله الحمدلله yeah and that's from my heart كنت واضي انشاء الله بس نسيت امتى you're gonna come to my class اي class class yoga هاي حنسويت اي لحين اوكي اي لحين لنا ما تشوف ان I don't post خلاص وضع سار مو محتاج ان I post about it الحمدلله يعني صار خلاص انه من ناس نفسهم من they know and they come يعني بس صار حيال اقل من قبل يعني just once a week اوكي متى اي يوم يوم الجمعة فقط جمعة مرات ما بيناسب كتير ناس يوم الجمعة انه اي 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 اني تصويري يوم الجم قاعد احاول اخلص اي قبل رمضان عشان برمضان ما بي اصوي ما بدك تعمل شي بدك ترتاح اي يعني بس اصوي ادتينج برمضان انازل الحلقة وخلاص وتريح راسك فالحين يعني محظة النماذي اعتقد رمضان رح يكون فيه خمسة سابق حق البودكاست اوكي مو خمسة سابق برمضان بس حق البودكاست اي يعتمد على اي يوم رمضان بيكون اوكي ازين فيمكن احتاج خمس حلقات حق البودكاست اوكي فأنا يعني قاعد احاول ان اخلص خمسة قبل تنزل الحلقة اوكي قبل رمضان ان شاء الله ان شاء الله يعني اليوم عندي واحدة يوم اليومعة ويوم السبت اه واتذي نكون المفروض مقطين رمضان كلها اوكي حلو ممتاز يمكن اصور واحدة برمضان ممتاز اي عدد لك خلق برمضان يرسيف اه بشوف انا انزين اه لان يعني ما بلشت البودكاست الحين حسبت الى اخر السنة لازم ننزل اربعة واربعين حلقة او واو هلأ where are you من هالأربعة واربعين اه انزلوا خمسة اوكي اللي نزل خمسة تسعة وثلاثين لسه اي اللي تصور ثلاثة لاحن ما نزل اوكي وراح يكون تقريبا خمسة يعني ايه الحمد لله قد بياخد معك الادتينج حسن هلأ مسألة الادتينج اوكي هو استخدم برنامج اسمه اوتوبود اوكي انزل اقول لان المايك هذا حق الشخص هذا مع الكاميرا هذي وهو يقصلية اوكي حلو انزل بس الليل حين يعني هو يسوي اول خطوة حلوة بس ليلحين لازم ادش وطالع من البداية للنهاية لانه اصاب في اه شغلة هذة يعني ما اعتمد عليه اي 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 انزل لازم اتأكد اي يعني لازم اطالع مرة ثانية اتأكد اوكي ان هنا مثلا انت قلتي شي انا طقيت المايك حول علي اي فهمت اي اشياء هذي وبعدين يعني تغريبا اوورال خنقول اه اعتمد على مدة البودكاست بس يعني فنقول ساعتين اوكي ساعتين وانا قاعد اسمع عجبني مغطأ حط اقصة ولون بلون خنقول اصفر فادر ان اللون اصفر هذا 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 نسوي ريل لون اصفر هذا ريل هذا ريل ثاني هذا ريل ثاني حلو لما يخلص الأدت اسوي الى اكسبورت بعدين اروح اسوي الريل ثاني حلو بس والله انا when i asked you انه i'm really interested انتو تعرف قديش ان سألتك كم مرة على هذا الشي لانه there is a lot of things يعني انا have a professional camera بس تعرف ان امت عندي اياها 2012 قديمة كتير اي اوكي ف i want to do some videos وسألتك ووقت عطيتني بتذكر انه شو الكاميرا اللي جيبها وهاك بس هلا ما رح اجلت عاد مسوي صورت بكورونا حق واحدة اي ونزيل لان بوقت كورونا قاعدت بيقهم online اوكي اي فمصور لها فيديوات و شو سلنجهم online اوكي amazing اي والله انا شوف انا عم فكر انا بالاخر عم فكر انه انا وقتها financially i wasn't doing well فام gonna look at myself لانه i want to do like professional videos و بدي بلش اعمل هيك فام gonna come to you i'm gonna do this you're gonna give me a great deal ان شاء الله ان شاء الله اوكي فلانه في تلك انا على المدى اللي بعيد تلك بدي بلش اعمل course online anatomy لا اليوغيز فاهم عليه ف it's something that i'm willing to do later on اوكي خلاص بس محتاج اي وهم واحدة كانت يوغا والثانية كانت فتنس اوكي اوكي حلو ايتيك ثلاثهم بوقت كورونا قالوا ودقوا علي اوكي فلوس زيادة يلا لا وقت كورونا was it rewarding for you ولا لا خانزة ايه شارينا جهزة يديدة اوكي لانه اي تنك في كتير ناس انه حولوا على الانلاين وشافوا اهمية هاد الشي واني يكون في عندك لك الستور الانلاين ف ايه وحسن مصورين كتير استفاد هو لازم ليش لان مادام اونلاين انزين تسوين فيسبوك اد انزين كل اربعة تشهر تسوين الاد فهو مادام موجود وال كل شي مضبط يسمونا passive income يعني انتي قاعدة بالبيت ومقاعد تسوين شي قاعد تيليك فلوس بس راح تيليك فلوس على كثر الماركتين تسويق يعني لازم يكون في بوجت حق التسويق بس اذا كان في بوجت بس يعني شي انا اشوف بالعكس انا قاعدة افكر ان انا سوي تلي بس نحن منける مرحلة 35 و سدق بس احس 46 أنا 46 فتوصل المرحلة إن تلاحظ إنه ما رح أقدر ممكن لما أكون عمري كذا إنه I'll do the same thing that I was doing back then فاهم عليه فأنت تريد this kind of passive income إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله I'll contact you سون الله رأيك هل أصعي روحوا تابعوا سيهام إنزيل و لما ينزل الكورس رح كون عادة بصورة فترى بالكورس إن شاء الله أوكي شكرا سيهام أعفو أعفو دارك شكرا سنمعاش you're welcome لا تنسون تسوون like share وسبسكرايب ونشوفكم أسبوع اليوم هذه ما كانت ركوردي بعد المية وكم ساعة وكم دية أوكي يلا يس الحمد لله تشيه كشي بمكانه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة